اه وبمناسبة الرشاوة الستة ابريل ما بتقع مع الاخوان بتباني لايه اذا اختلف اللصوص بانت السريقة كما يقول المثال العربي اه ستة ابريل بتفضح رموز الاخوان وبتقول انه هم كانوا برضو مرتشين وكانوا بيقبضوا وحتى اللي كان بيتولمهم مواقع زي فضحين احد اسادز جامعة حلوان اللي هرب من الجامعة وكان نائب رئيس الجامعة وسرق الجامعة بالمستندات وراح قطر ثم تركيا اه يعني في مثل في بلدنا يقولك مش عافية طوبة طوبة خلي العركة منصوبة يعني لما بيباني الفضايح المفضوحين احنا نقعد نتفرج والمفضوحين واضحين جماعة الارهابية وستة ابريل ما فيش اقزر من كده الاتنين اقزر من بعد سوسن غريب منصقة حركة ستة ابريل في الولايات المتحدة الامريكية قالت ان محمد شرف المتحدث باسم ما يعرف المجلس السوري المصري اللي كونته جامعة الاخوة الارهابية اختلس خلال عمل واستاذ في قسم الكيميا بكلية العلوم جامعة حلوان الفين وتسعة واحد واربعين الف جنيه وتم عزل منصوبه من خلال مجلس تقديب هيئة تدريس بالجامعة والزامه بدفع المبلغ ونشر هذا كمستند وبعدين قالت لك لما راجع تاني وتولى منصب برضو اختلت شيكات اخرى ولما حس انه واحد سجن هرب من البلد دي وقع المزيعون المفصلون من قناة الشرق يبحثون عن وطن طريق آسم بقى وكأن جهنم فتحت ابوابها باكرة لشباب الجامعة الارهابية في قناة الشرق الاخوانية التي توث من تركيا فيتذكرون كل ما فعلوا لخيانة الوطن مقابل قضية وهي لا صحة لها ولا اساس يقولون يا ليتنا قدمنا لحياتنا يحاولون من خلال منشورات ندمية على حساباتهم الشخصية فتح طريق العودة الى الوطن الراضين مردين لدخول جنة الوطن مروق طارق قاسم يستغفر الله من ذنب الاخوان وخداعهم بيقول ليتنا ما اعتصمنا ده الاخ طارق اللي انتم يا ما شفتوه على قنوات الاخوان لا مش ده لقبليه بيشتم الجيء اهو ده بيقول لك بقى بقول ليتنا ما اعتصمنا في ربعة ولا خمسة اهو ده فيه يعني بقى وكوميديانات ولا غيرها من محطات الخديعة تلك اعتذر بشدة لكل من اقنعته يوما اني شاركنا تلك الاوهام واستغفر الله عن ذلك وبعدين كاتب العاهرة والشرف لذا نرفض المصلح كلمات بدأ بها الاعلام الاخواني طارق قاسم احد مزيع قناة الشرق اللي تبس من تركيا الدولة الناعمة الدعمة للارهاب كاشفا الغمة عن عقول المنصاقين وراء كذب وتضليل الجماعة الارهابية مضيفا عدد كبير من شباب الاخوان الذين يعملون في قناة الشرق تم فصلهم على غرار الازمة الاخيرة بدأوا في مغادرة اسطنبول باعداد خرافية نادمين على كل ما فعلوا بالوقوف مع الجماعة الارهابية ودعمهم لها خلال الفترة الماضية منافن جديدة خرافية لضحايا ربيع الوهم الاخواني لقد قررت السعي قدر المستطاع لترك الاعلام والصحافة والبحث عن الرزق في اي مجال اخر وكمية الشباب الذين قرروا وبدأوا بالفعل التحديد لمغادرة اسطنبول باتجاه منافن جديدة خرافية والاخطر هو ان الجميع يغادر بغصة ومرارة وشعور مروع بالهزيمة شباب في رايعان ربيعهم الذي اطفأه ربيع الوهم الاخواني الذي عشناه ثم بددته شمس الحقيقة والخيانة المحرقة كلهم ساخطون تائهون ناقمون على نخبة تظاهرت بالقوة وامتلاك الرؤية فاذا بالنخبة في المنفى تسفر عن حقيقة انهم صراب كازب وكالعبد عندما يتبرأ منه الشيطان ومن زنبيه يقول اخاف الله رب العالمين يوضح قاسم احد هؤلاء الشباب هتفني وصاحق قائلا ان كل شيء انتهى شاب عمره 24 سنة لم يعد يمتلك جنايا حتى اكبر منه بكثير الا انه لم اجد ما اقوله له فقط اتمنى ان اتذكر ان يودعني قبل ان يسافر لانه كان ربيع للوهم ذلك الذي ظننا اننا صنعناه وتهنى به فخرا على الامم هو كاتب كلام كتير جدا ملخصه انه خاد خبور في جماعة الاخوان وبيقول انه العهر يمتزج بالكذب الاخواني واخرين منهم علي احمد السعيد ده شاب اول ما رسمع عنه بيقول انه مصري اخواني بيقول قد رأيت بعيني عاهرات ايمان نور يتجول بهم في الفنادق وهو يركب اثمن واغلى السيارات وينفق عليهم الاف الدولارات بينما يسرق عرق الذين يعملون والذين لا يكفي رواتبهم ان يقتاتوا ويأكلون ثلاث واجبات يومية في اسطنبول هذا هو ايمان نور القواد الاعظم اللي فضحوه في اسطنبول فيه صور بشع اكتر من دي بس انا مش اقدر ازعها وادي شهد شاهدون شهد شاهدون من اهلها طريق آسم انا بقولي الكلام ده ليه لانه يا جماعة ليطلع البهلول اللي اسمه الهبلاوي الهبل يقولك مصالح مصالحة مع شوية عاهرات مع قوادين يا ارهابي اتصالح مع دون اتصالح مع مين عصابة دولة تتصالح مع عصابة وقوادين وعاهرات وعواهر وعملاء وصبيان ومرتزقة زي الواد اللي راح عمل في الجزيرة اسمه ايه سامي زفت الطين انت كان في اسطنبول لما بتاع راح للجزيرة او تفضله ده النضال بتاع ايمان نور وبرستوتيوت تركيا واسطنبول نضال طبعا نضال طبعا اما ليه نضال على اعلى مستوى الله يحرقكو بجاز وسخ طيب هتضيف وصله يا شباب يعني انا عشان الفقرة عندي الحياة مهمة اه هي